بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 بارت فايف ابروكس مت اناليسيز ميسوت بنتكلم في حالة لما يبقى عندي كولم عليه مومنت سواء ام اكس او ام واي ازاي بنعمل الاناليسيز في الحالة ديت اولا عندنا مجموعة من الديفينيشنز لازم نعرفها البي زيرو اللي هي اكسيال لود سترينز انظر بيور اكسيال كومبريشن يعني مفيش مومنت يعني الام اكس او الام واي بتساوي زيرو الحاجة التانية بي او اكس اكسيال لود سترينز انظر يوني اكسيال اكسينتريستي الاكسينتريستي ديت هي عبارة عن اي واي يعني في اتجاه واي يبقى في الحالة ديت الام ان اكس بيساوي بي ان في اي واي نمبر سري بي او واي او بي زيرو واي هي عبارة عن الاكسيال لود سترينز انظر يوني اكسيال اكسينتريستي اي اكس يعني الاكسينتريست اللي عندي في الاكس دايريكشن يبقى في الحالة ديت الام ان واي بتساوي البي ان مضروبة في الاكسينتريستي اي اكس طيب ده ما يسمى بالانتر اكشن دايجرام موجود في المحور الافقي هو عبارة عن ام ان والمحور الرأسي هو عبارة عن بي ان الدياجرام ده متقسم لثلاثة ريجونز ريجون وان والريجون تو والريجون ستري الريجون ستري بتمثل اقصى حمل ممكن يبقى موجودة على العمود في الحالة دي السترينتز بتساوي 8 من 10 بي زيرو في حالة الطايد كولم او بتساوي 85 من 100 بي زيرو في حالة لسبايرالي كولم الكيس التانية دي اللي هي الكمبريشن كنترولز ودي اللي احنا بنحب نصمم فيها الكيس التالتة لو الحمل موجود هنا في المنطقة دي بيحصل تينشن كنترولز او بتبقى منطقة التينشن فليل ده الكروس سيكشن عندي دي اللي هي اي اكس دي اللي هي اي واي وده الحمل اللي هو الموجود قيمته بي ان طيب المعادلة بتاعة الديزاين بنقول ان واحد على بي ان بتساوي واحد على بي زيرو اكس بلس واحد على بي زيرو واي مينس واحد على بي زيرو نلاحظ هنا البي ان المقصود بيها اللي هي النومنال اكسي اللودي سترينز اات اكس انتريستيز معينة اللي هي اي اكس و اي واي والبي ان دايما تبقى اكبر من او يساوي واحد من عاشرة افسي في الارياء اجروس شكرا